راسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنمع عن سليكيات البنية ده من قدامنا التشخيص السليم التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركيم بيهتم بقى نقطه ما فيه حد بيبقى نيك وسنانه بايزة وهم الشكل بس أنا عايز الشكل وفانشن وكل حد من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العضب ده لازم الجراحة الدكتور كريب مكادي استشاري تجميل الأسنان وجرحة الوجه والفاكين عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجامعية الأمريكية لأطباء الأسنان أهلا بيكم تعرفين أن أنا بحب التاريخ من أول تاريخي القديم قوي أنه الفراع نعم أول ناس عملوا فرشات السنان ويقال نعم أول ناس عملوا مع عجون سنان وأول ناس عملوا زراع السنان كمان لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في 1965 التاريخ دوت يخلينا نقف قدام الزراعة الحديثة ونقول أن الزراعة الحديثة صريحة فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965 النهاردة هنتكلم عن الزراعة بالتفصيل ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدأ في حواره دائما صاحب الحضور الرائع جدا أستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية وعضو كونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهلا بك دكتور أهلا دكتور أهلا دكتور إزا حضرتك حاملية وحضرتك حاملية جدا أخبرك إيه التاريخ قديم تاريخ قديم بس على طول فيه تطور اكتشاف أن التايتنيوم أصلا من قبل حتى ما نجربه في الأسنان أن التايتنيوم بيبني أو بيسحب بيعمل زي الماغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فيه ده وصلنا النهاردة أن احنا نقدر نقول جملة مهمة جدا أن منحق أي حد في الدنيا أنه يفضل بسنانه لحد آخر يوم في عمره وإحنا نقدر نوصله لده كل شوية الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا القصة دي زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين السرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي أو مش دائري زي دلوقتي كانت الأول بتبعمل حاجة زي السكينة بتخش جوه العظم وكنا بنفتح عملية كبيرة ونثبتها بمصامير مش عارف إزاي والكلام ده كله لكن دلوقتي بقيت إن احنا بنحط الزراعية في جلسة واحدة بدون ما نفتح فتح خالص تمام؟ كلها نقطة عبارة عن ملي وبتنجح وبيقدر يأكل المريض على أسنانه أو خلينا نقول الفاقد الأسنان بلاش المريض إنه هو مش مريض هو فاقد أسنان يقدر يأكل عليها بقيت حياته كلها بطريقة كويسة جدا ويأكل عليها قصب كمان الحالة الأمثل لتعاود السنان الزراعة ولا البريج؟ طبعاً طبعاً الزراعة خلي بالك يا دكتور مفيش حاجة بتعاود الأسنان بتاعت ربنا يعني ما نقداش لما نبرد السنة بتاعت ربنا الطبيعية إحنا كده إحنا ضعفناها ودينا فرص كبيرة إن يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنة بتدخلها اللي بيحافظ على حجم العبم أصلاً هي السنة اللي جوه بيبدأ العبم يكش فيبدأ يعمل تسريبات تحت التركيبة اللي يبوز السنة التانية عشان كده بيقولك أنا كنت أعمل تركيبة والسنة جرت التانية في الثالثة في الرابعة لحد ما فقد أسنانه كلها في وقت صغير زي ما إحنا شايفين دول تلات زرعات دول كلهم بارلل كلهم متوازين لبعضهم كويس جداً هيقدر يأكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنة طبيعية هو ما عندهش دلوقتي ولا سنة طبيعية تلات مصامير دول اتحطوا دي زرعات فورية دي اتحطت وتحملت في نفس الجلسة بس ده يتطلب إنه يكون صحته كويسة يكون عنده عظم كويس تكون زرعات ليها معالجة سطح وليها ديزاين زعالي جداً عشان خاطر تديني الاستابلتي أو السابات الأولي اللي بيخليها تفضل ثابتة ومحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص فدي من يعني من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلاً دي زرعية لسنة واحدة تعويض سنة واحدة أنا أبرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان عاوض الزرع السنة الرقم اثنين لأ طبعاً دي سنة ربنا احنا عايزين نرجع للي احنا خسرناه سواء بإهمالنا أو مشكلة تانية حصلت اكسيدانت لي أو عن طريق الخطأ بالزبط كده فاحنا هنا حطينا الزرعية دي زرعية برضو فورية هنا أنا كنت مصور الصورة دي عشان نبين ان احنا بنعمل حاجة اسمها جينجفل بروفايل بنبدأ نرسم اللاسة حوالين الزرعية عشان لما السنة تطلع في الآخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنة المفقودة دي بأي تركيبات أو أي زرعات فهو دي دي كده حتة كده زيادة عشان نقول ان احنا بنرسم اللاسة عشان خاطر تطلع تدينا طبيعية أكتر احنا بندور على ايه بندور على فانكشن وظيفة نقدر ناكل نقدر نعيش بأسننة كويس قوي وبندور على جمال ان شكلها يبقى طبيعي أو الأقرب للطبيعي الراجل ده قعد من غير أسنان فترة طويلة كان عنده مشاكل فيه دمور في العب قدرنا نعاجل ده نعالج ده بالزراع ودلوقتي هو عنده الأسنان اللي تحت دي قبل من أهم من العمل ظبط العمل طبعا الإجراءات اللي بتقامل قبل طبعا الإجراءات مهمة قوي في الزراع طبعا قبل قبل أي حاجة قبل ما المريض بيقضوا قدامي أو اللي هو صاحب الأسنان المفقودة بلاش نقول مريض لأنه هو صاحب الأسنان المفقودة بنبدأ نتكلم معاه ناخد الميديكال هيستوري بتاعته هل عنده أي مشاكل صحية هل ضغط سكر قلب كل ده احنا بنتعامل معاه يعني ينفعله زراعة برضه بس لو السكر طب السكر تركومي بتاعه كام ونبدأ نشوف له هو عالي شوية ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات زراعات دلوقتي بتقدر توقف توقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل أكسيدانت ليه بس مايبقاش حياته إنه سكاري 300 و400 والتراكمي بتاعي 10 و11 وكلام ده كلهم مش هتقدر توقف قدامها لكن نقدر إنه هو مثلا لو هو عند الثمانية تمانية وشوية نقدر نزرعه زراعية تحت التسعة يعني تمام وتفضل قاعدة معاه وتستحمل إنه هو مع شوية زعل مع أي حاجة طلعت ومتنزليلي مرة تانية هنا إحنا بنعمل treatment plan على الأشعة المقطعية أكمل لحضرتك بس إيه اللي إحنا بيعمله في الأول لازم نكشف تلينيك اللي نشوف الوضع جوه وعمل إزاي إيه الأسنان الموجودة والأسنان المفقودة وفيها أي تلخلخ أو أي حاجة بعد كده بنعمل حاجة اسمها الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد إيه الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد هي الأشعة اللي بتقطع لنا عظم الفك زي ترنشاط اللانشون كده الفيعة قوي في كل اتجاهات من قدام الوراء أو وراء القدام cross section زي كده هو نقدر ناخد أطعاط من الجنب ده للجنب ده من تحت الفوق أو فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع إزاي زي الصورة اللي فاتت في الصورة دي إحنا وإحنا بنعمل assessment ده في الأشعة المقطعية الصورة اللي فوق باين فيها دايرة سودة تحت الأنف جنب الكروس الأصفر وتحت الدايرة السودة دي راحت وبايت لونها أبيض عليك شايفها ده كان كيس دهني نتيجة علاج عصب قدين في السنة بقاله فترة المريض كان بيشترك إن السنة بتتلخلخ بدأ يطلع إفرازات من اللاسة حوالين السنة فاحنا شلنا السنة اللي بتتلخلخ نضفنا الكيس الدهني حطينا باين داله عظم استنينا شوي عشان نقدر نركب في الزراعية بتاعته ننظف كيس دهني لو حجمه صغير شوية وفيه حطة عظمة الدينة ثبات أولي هنقدر نعمل ده في الحالة دي دي كان عنده مشكلة إن كانت اللف كتير قاله لحنا مش هينفع نزراع لك فوق كان عنده الجيوب الأنفية نزلة مفيش عظمة فوق الصورة الأولينية فوق دي بعد زراعة الجيوب الأنفية تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى بقى سنين كل دي التجهيزات إجراءات قبل هنا دي مهمة أوي معلش بدون أعطي كلام حضرتك هنا أنا بتكلم عن إحنا دكاترة بنتعامل في الدم وعايزين حاجة تنجح أي إحنا في المكان وده فيه ناس كتير مش بتتابعوا أي عدوى في المكان أي اللي تهتمام بالنظافة خصوص الزراعة بزبط هتقدي إلى فشل الكلام ده هنا احنا ملبسين المريض ده جون مخصوص للمريض دكاترة لابسك جون دي بتتريمي سينجل يوس لابسين أوفر هادز عشان خاطر ما ينزلش شعراية زيارة جوه الجرح تبوز لنا الدنيا فأهم حاجة في الدنيا هي الانفكشن كونترول وده في كل التخصصات الطبية مش عندنا بس يوم ما تخش عيادة تلاقيها مش نظيفة أو مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الانفكشن كونترول اللي هي العالمية اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف ده مكان ما تقدرش تتاصل فيه في الزراعة بالساتل لأنه حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جاء عليها انفكشن هو مش وصلها دم فمش يعرف المناعها تتاع ما نخش في قصص ومش تمسك الزراعية ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل بس ونقول يا ترى جايله صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو في انفكشن كونترول عليه شوية كانت لم أكيد من سنة 1965 من أيام الأخ لارسن اسمه صعب خالص لغاية دلوقتي يعني فيه أساليب حديثة دلوقتي يعني في 2021 و2022 احنا نتكلم على أساليب متطورة إيه هي الأحدث؟ زمان كانوا بيستخدموا الشيزل والمالت عشان بيدأدقوا في العظمى عشان يركبوا الزراعية مثلا ويفتحوا فاتحة وعملية كبيرة وقاعدين دلوقتي احنا بقينا بنعملها ميلي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجة دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا نقدر نعمل حاجة اسمها closed sinus lifting إنها نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على إن الزراعية تمسك أحسن دق إيه شرح لي قال إيه معالجة السطح؟ معالجة السطح بعدما زراعية هو تايتانيوم جسم تايتانيوم أنا موافق أكام ده بيبدأوا يخش الأول مرحلة يتعملوا زي بورز أو يعملوا تعريك صغيرة عشان يعشق فيها العظم دي في سطح الزراعية في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده تعرض لجاما ريس جاما ريس دي بتزود أو بتحفز المعدن إنه هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه كل دي التطورات قدت إلى نجاح الزراعية التكنيكس نقولنا تكنيك الأول اللي هو بتاع إنه نفتح ميلي سواء عن طريق الليزر أو سواء عن حاجة اسمها يعني زي الخرومة كده بتفتح للميلي ده بس واشتغل منه كل حاجة في حاجة اسمها الـ PRP والـ PRF استخدام البلازمة بنطلع منها الـ PRP والـ PRF اللي هي غنية بعناصر النموة والشفاء اللي هي بتأدي إن الزراعية تمسك بشكل أحسن ودي خصوصا بنستخدمها لو إحنا هنزرع كمية عظم كبيرة هنا طبعا ده إحنا هنا بنابين عدد الزراعات إحنا حطينا له هنا ست زراعات فوق وست زراعات تحت فكه كان محتاج ست زراعات فوق وست زراعات تحت عشان نركبه وتركيباته للكاملة ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي فينس هنا هي نفس الحالة مش دي نفس الحالة نفس الكلام بزرط روعة جدا اه كان ابيض وبعد كده عمالنا الصحراء. عمالنا الصحراء. كان ابيض فعلا. اه. عملية دي في ساعة الاربع. في ساعة الاربع. ساعة الاربع. انت مش في تفتح مش تعمل حاجة. تاك 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 تاك. ده بالبنك. اه. تاك 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 تاك. خلاص الموضوع. فوق وتحت. اه. طيب. دلوقتي في ناس بيحصل لهم اما انهم اخلعوا سنة او سلة بتتضمر تدريجيا ويبقى منها لاشئ. وتروح. وهي كمنها في الجزء الخلف من الفم. ربما مش باينة فبيتركوها. وفي ناس بتسيب السنان باينة برضو يعني للأسف. ايه عواقب ان واحد يروح منه سنة وخصونا في الجزء الخلفة. اصلا وعاقب في الجزء الخلفة اقول له ايه ما مش باينة. مش باينة. انا ما بقولش عليها قوي. صح. في ناس كتير بتجيلي كده. خليباك يا دكتور ايمن دي زي الكمبلة الموقوطة. السنان سبحان الله كلها في حالة حركة كل واحدة بتسند على جنبها. وبتسند على القصدها. لما بنشيل سنة من النص بيبدأ يحصل تغيرات في الأسنان اللي حوالينا. هتلاقي السنان اللي حواليها بدأ التميل عشان تعوض الحتة الفاضية زي ما احنا شايفين دلوقتي. دلوقتي احنا قادي خلعنا السنة. معوضناهاش. يبدأ يحصل. ميل. هيحصل لوقتي الميل. اهو. العظم التاكل في النص بدأت الأسنان تميل على بعضيها. والله هيبوز الأسنان دي. سنة الفوق دي حصلها اوفر اروبشن ونزلت عشان تعوض القصة. مسافة قفلت بس بوضزت السنتين اللي جنبها والسنة اللي فويها. كل ده هيبواز لي وخلينا خسار سناني. عارف الهو. اه او الخيط لما يكر. اه. والضمن اللي اللي متواق ورا بعضها. صح. بالزبط كده. الضمن اللي متزوق من بعضها. يبدأ تسحب ورا بعض. فجأة يلاقي نفسه بسبب سنة واحدة ما عوضهاش. كرت معي. مشكلة جبيرة. اه مشكلة جبيرة ومع ان حلها ما بياخدش 3-4 دقيقة. السؤال طيب ما فيه ناس تيجي لك تقولك انا عايزة ازرعته بيتعمل لها اشياء يقولك مفيش عضم. هزرعلك فين? ده ده اسؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعت المكان والتكنولوجي والايد خلي بيالك انا ممكن بيعندي كلها بس الايد مش 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 كويسة. هو فيه سؤال جاي المهارة ولا اتنين مع بعض. 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 التكنولوجي بتديني اتخلينا اشوف. ما ينفعش اخش جو قوضة ضلمة واقض على الكرسي من كالما اشوف. الاشاعة دي مهمة جدا انا جايبها عشان اوليها. شايف الخط الاصفر في الجزء اللي فوق. ده عصب الفك. ده انفيريو الارفولر نورف. تمام? ده مستوى عالي فوق. فوقيه ملي عضم. تحت انا حطت زرعيت زرعتين في نفس ما كان العصب بالزبط. احنا عملنا كده ازاي? في الحالات الزاية دي الراجل ده عايز ياكل. ومعندوش سنانة وعندو العظم متأكل قدامه في كل حتة بس دي يعني انا جايبها عشان خاطر احدد النقطة دي وفوق انا زرع عظم في الجيوب الانفية برضو. يعني ده ده العادي بس المش العادي اللي انا هتكلم فيه في عصب الفك. احنا هنا فتحنا. هنا كان لازم نفتح ما ينفعش بالملي. فتحنا. طلعنا العصب من مكانه ونقلناه في تاني ويدينا نحط الزراعات بتاعتنا ونقفل مرة تانية. هنا لما حضرتك حد يقولك انت ما ينفع لكش زراعه مفيش حاجة اسمها متنفعش. في حاجة اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين? وفيه حتة تانية احنا ممكن نعمل لحتة اعلى من كده. هنا هنا انا اشرح ده شايف اللي انا مسكه ده هنا فيديو وانا بعمل العملية اللي انا مسكه ده عصب الفك. اوكي. شايفو? ايوا. 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 شايفو? شايفو دكتور ايمان? ديش ناس كتير بتعملها بس يعني بيتعمل بحرفية عالية قوي بنوضع نعمل كده. هنا كانش فيه عضم فوق خالص. اوكي. تمام? ده اخد وقت مننا شوية لان احنا عادنا نبني في عضم الفك اخد مننا كذا شهر. وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده. ودلوقتي هو بيأكل كل اللي هو عايزه. هنا عايزة اوري حاجة. هنا ده عضم حيواني مع جزء من عضمه المريد نفسه. واحنا بنفتح فتحات الزراعات بيطلع شوية عضم. بنخلطهم ببعض. وده بيدينا فعالية اكتر من العضم اللي احنا بنجيبه من برا. الباودر. تمام? ده بيخلي الاوسيو اه اوسيو انتجريشن بتاعته تزيد. فده هنا كنا بنوري العضم بتاعنا واحنا بنحطه. هنا زرقين رفعين الجيوب الانفية زي ما حضرك شايف بكميات كبيرة وزرعنا فوق وتحت. دايما احنا شايفين الجزء الفؤاني ده ده. كان ابيض ما فيهوش حاجة. دي زراعة عضم. اللي ابيض ده ده عضم مزروع. دي كميات عضم مزروع كبيرة. عشان الخاطر نرفع بياج جيوب الانفية ونعمل زي قاعدة او او. لما تيجي تبني عموره. مش لازم الاواعد بتاعتك تبقى كويسة. احنا بنعمل الاواعد عشان نقدر نبني الامور. اللي بتسامل لساوية دي برضو من الحاجات اللي في عالم التجميل. يعني خلينا اقولك احنا مسلا احنا بنكلم في زراعة بس برضو اللي بتسامل لساوية بتفرض نفسها. حتى مع زراعة بتجميل. طبعا. طبعا. في ناس اخلي بالك يا دكتور ايمن ان اللي بتسامل لساوية دي بتعمل عقد لبنات كتير جدا. وفيه بنات مش بقدارين بيها. وفيه بنات مبتبعاش بقدارين بيها. مع ان في حد تاني قاعد بيتكلم عليها. اه. دي بتتبقى عبارة عن ايه. هي لسا مفروض اصلا في الدحكة تبن قد ايه. مفروض تبقى من زيرو لتلاتة ميلي. تمام. اكتر من كده بتسمع دحكة لساوية. ديها درجات. طب ايه اسبابها. يا اما انا لما الشفة بتاعتي لما بضحك الشفة بتاعتي بتترفع زيادة عن اللزوم. يا اما اللسا نزلة على الاسنان زيادة عن اللزوم. في حالة ان هي نزلة على الاسنان زيادة عن اللزوم. دي بنعمل لها حاجة اسمها جنجيفاكتومي. بنشيل جزء من اللسا بمشرة او بالليزر. ونرسمها من اول وجديد ونوضح الاسنان وتبقى الدنيا زي الفل. بسيطة. هو كلها بسيطة. دي الابسط. طب لو انا الشفة بتاعتي بتطلع فوق جامد لما باتحك. بنبدأ نعمل ايه? بنعمل عملية صغيرة في الشفة. بنغير مكان الانسارشن بتاعها. بنغير مكان اللي هي طلعة منه. بنخليها تقفل عند حتة اوطى شوية. ففي الاخر النتيجة بتاعتنا. العملية دي ما بتاخدش مننا اكتر من الرابع لتلت ساعة. فالاخر النتيجة بتاعتنا ان اللزا هتبان بمقدار من الزيو والتلتة مالية. وهتفرق في الشكل بنسبة 85% جماليا اكتر من الوضع اللي كان عليها. طبعا طبعا. بقولش ان هو كان وحش. بقول ان هو هيبقى احلى بنسبة الابتسامة اللي بتادي انطباع بالطفولة بتادي انطباع يعني مش مريح للعيه. بسبت. تنورت. شكرا لأكتر. العادة ابدعت. شكرا لأكتر. الحوار معك دائما له متعة خاصة جدا في الشرح والتفصيل. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان المثير جدا. استشاري زراعة الاسنان وتجميل الفم والاسنان وزميل كلية الكراحين الملكية وعضو الجونجلس الامريكي لزراعة الاسنان. كان في الناس الحل. اخليكم مع الناس الحل.